الرحمن الرحيم اليوم يا صابع رح نبلش بوحدة جديدة ودرس جديد بعنوان سلم الزمن الجيولوجي لحظوا كلمة جيولوجي تعني علم الجيولوجيا يعني علم يختص بدراسة طبقات الأرض يختص بالأرض علم الأرض اللي منسميه الآن سلم الزمن يعني أن الأرض يعني تاريخ الأرض لنحكي أنه تاريخ الأرض زمن الأرض منشبه تاريخ الأرض وزمن الأرض بالسلم فبحكي سلم الزمن الجيولوجي لاحظوا أن السلم في عندي الأقدم وفي عندي الأحدث كيف السلم؟ أنا بطلع من درجة صغيرة إلى أكبر برتفع إلى الأعلى نفس الإشي السلم الزمن الجيولوجي من الأقدم إلى الأحدث لاحظوا الكائنات اللي ظهرت في السلم إلى الأحدث إذن بدي أدرس الزمن الجيولوجي للأرض تاريخ الأرض وأشبهه بالسلم بسلم الزمن الجيولوجي الآن سلم الزمن الجيولوجي تم تقسيم سلم الزمن الجيولوجي إلى دهور والدهور إلى حقب والحقب إلى سنوات خلينا نشوف الدهر في عندي دهر الحياء الظاهرة ودهر الحياء المستثرة دهر الحياء الظاهرة قسم إلى حقبة الحياء القديمة والمتوسطة والحديثة المتوسطة والقديمة إذن عندي دهر الحياة الظاهرة وقد قسم إلى حقبة الحياة الحديثة المتوسطة والقديمة حيث قسم الزمن الجيولوجي أو تاريخ الأرض إلى دهر الحياة المستطرة الغير ظاهر ودهر الحياة الظاهرة وهي قسمت إلى حقبة الحياة القديمة وحقبة الحياة المتوسطة وحقبة الحياة الحديثة الآن خلينا ندرس خصائص كل حقبة من حقب الحياة من حقب سلم الزمن الجيولوجي ندرس الكائنات اللي كانت موجودة اللي تميزت فيها كل حقبة من حقبة الحياة إذن تم تقسيم سلم الزمن الجيولوجي إلى دهر الحياة المستثرة وهي البكتيريا ودهر الحياة الظاهرة وهي حقبة الحياة القديمة والمتوسطة والحديثة إذن قسم الزمن الجيولوجي إلى دهر الحياة المستثرة وانتشرت فيها البكتيريا ودهر الحياة الظاهرة وهي حقبة الحياة القديمة والمتوسطة والحديثة عندنا هذه كائنات انتشرت في زمن معين من زمن الأرض من تاريخ الأرض في هذه كائنات أنا بعرفها في كائنات ما بعرفها يعني كانت قديمة غير موجودة مثلاً الديناصورات عندي نباتات الزهرية موجودة عندي نبات الصبار موجود عندي الأمونايت أصداف بشوفها عندي في كائنات ما بشوفها يمكن كانت في زمن جيولوجي معين وانقرضت طيب نبلش بحقبة الحياة القديمة وسميتها حقبة اللافقاريات تتميز هذه الحقبة بظهور الكائنات الحية ذات الهياكل الصلبة لاحظوا مثل ترايلوبايت ترايلوبايت اللي هي مثل الكائنات اللي إليها هيكل صلب زي ترايلوبايت في عندي انتشرت أيضاً النباتات اللابذرية مثل السرخصيات اللي هي الخنشار وفي عندي بعض الأسماك الفقارية مثل بعض الفقاريات مثل الأسماك إذن لازم أحفظ ترايلوبايت وأركز عليها والخنشار والأسماك إذن أهم إشي من هاي الكائنات ركزوا على ترايلوبايت إذن حقبة الحياة القديمة لها حقبة اللافقاريات ومع ذلك لإسمها اللافقاريات يعني عدم وجود عمود فقري لكن كان فيه معظم بعض أنواع من الأسماك اللي انتشرت فيها الآن عندي حقبة الحياة المتوسطة وسمناها حقبة الديناصورات الديناصورات لأنه كان حيوان الديناصور مشهور في هذه الحقبة تتميز هذه الحقبة بظهور الكائنات الحية مثل الأصداف الملتفة الأمونايت بعض الأصداف الملتفة كان اسمها الأمونايت إذن لازم أميز أن الأمونايت من حقبة الحياة المتوسطة اللي كانت موجودة في الزمن الجيولوجي المتوسط الطيور والزواحب مثل الدينصورات ونباتات معرات البذور مثل السنوبريات عندي الآن حقبة الحياة الحديثة وهي حقبة الثديات الكائنات التي ظهرت في هذه الحقبة عندي الثديات مثل الإنسان الدب القطبي والنباتات الزهرية التي ظهرت في هذه الحقبة الآن عندي يا سابع بدي ألخص كل اللي حكيته كل الحقب كل الكائنات اللي ظهرت في الحقب في ملخص صغير عندي البكتيريا أول إشي ظهر عندي البكتيريا أنا برتبهم من الحقبة القديمة إلى الحقبة الحديثة عندي ظهر البكتيريا وظهرت في دهر الحياة المستثرة بعدين ظهرت ترايلوبايت بعدها النباتات مثل السرخصيات وهي كانت حقبة الحياة القديمة بدي أحفظ أن ترايلوبايت في حقبة الحياة القديمة بعدها ظهر الأمونايت الأمونايت في حقبة الحياة المتوسطة اللي هي الأصداف الملتفة الديناصورات نبتات معارات البذور مثل السنوبر بعدين ظهرت الكائنات الحديثة اللي هي في حقبة الحياة الحديثة النبتات اللي هي الإنسان والنبتات الزهرية عندي تتديات بشكل عام الإنسان والدب القطبي والنبتات الزهرية هيك من نكون يا سابع خلصنا درس سلم زمن الجيولوجي الدرس البسيط والسهل